في الدرس الافتتاحي للموسم الجامعي 2021-2022 الذي ألقاه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية أقدر الرباط بعنوان الذاكرة التاريخية المغربية في خدمة القضية الوطنية أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري أن الذاكرة التاريخية المغربية التي يزيد عمرها عن ثلاثين قرن ونيف حبلة بكل ما يساعد على الانتشاء والافتخار بالانتماء أكيد أن هذه الذاكرة التاريخية فيها ما هو وطني وفيها كذلك ما هو مشترك وما هو مشترك كثير وطبيعة الحال لا بد من أن هذا التاريخ الوطني وهذا التاريخ المشترك نستحضره في دفاعنا وفي ترافعنا القضية الوطنية اللي هي والحمد لله حققت انتصارات تلو انتصارات وبالنسبة للمندوب السامي فإن ثقافة المقاومة التي خبرها المغاربة عبر التاريخ بأمجاده وروائعه في الكفاح الوطني وفي الكفاح المشترك لمؤازرة الأشقاء والحلفاء على السواء تميزت بصلابتها ومناعتها الدينية والتاريخية والتربوية والثقافية التي تميزها على الدوام والتي هي مبعث اعتزاز واحترام لأمم وشعوب المعمور